حمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهل بيجري أشعة صنارة على العضلة الخلفية اليوم بلسنين الاتمان على حالته الطبية والبدنية بعد ما تعرض لإلحاق مرتين بالأزمة الشناوي وارد ممكن احتمال يلحق مباراة الهلال بس مش بالنسبة كبيرة مباراة الهلال السوداني يوم الجمعة اللي جاية في دوري أبطال أفريقيا وارد انه يلحق بس مش بالنسبة كبيرة وبالمناسبة الشيء بالشيء يذكر علي لطفي تعرض لكثير من الهجوم وكثير من الانتقاد من بعض الجماهير بعد مباراة بالميرس وهو على فكرة كان له جزء من المسؤولية في الهدفين اللي دخلوا في مباراة بالميرس بس مش كل المسؤولية لشيء كان فيه أخطاء دفاعية في الهدفين وكمان الخطائين ما نقدرش نقول اليوم أخطاء سازجة هي أخطاء لا علاقة بالممارسة لا علاقة بالمشاركة في المباراة بشكل متتالي هو ما بيشاركش وبالتالي في بعض السنس كده يعني انت مثلا بتقول ايه المهاجم جيه قدام الجون وشاط الكرة برا شاطها في السماء هتقول ايه أصلا ما بيلعبش كتير فحساسية اللعب مش موجودة عنده حارس المرما كده لما ما بيشاركش كتير في بعض المواقف بيبقاش عنده الحساسية فيها بشكل كامل عشان كده كان فيه بعض الظلم بعض الظلم في الهجوم على علي لطفي في الفترة اللي فاتت وتقال انه لازم يقال يشوف حارس تاني وتقال انه علي لطفي مش كف انه يبقى بديل لمحمد الشناو مع طبيعي الحارس الاول مش بيبقى نفس مستوى الحارس التاني ده الطبيعي او العادي فيه بعض الاستثناءات يعني مثلا لما هتروح جنبك كده عند نادي الزمانك هتلاقي حارسين كبار محمد ابو جبل ومحمد عواد يعني حراس صف اول يعني وده بالمناسبة مش حاجة عظيمة مش حاجة محمودة ما بيحصلتش في العالم يعني انت هتلاقي تيبو كورتوة في ريال مدريد حارس اول اللي بعدين مش تبعى عارف اسمه ايه في ريال مدريد أليسون في ليفربول مش هتعرف اللي بعدين اسمه ايه هتروح ليه ببرشلونة تيريش تاجل مش عارف اسمه ايه هتروح لديخيا مش تبعى عارف اسم الحارس التاني ايه واحد كزا من دي من دي كيبا شوية شلسي بس كيبا برضو ايه كان مستوى يعني انتهى بس الطبيعة الحارس الاول مستوى يبقى بعد شوية من الحارس التاني عشان الحارس الاول غالبا بيشارك معظم الوقت والحارس التاني يعني ايه بيسد في الظروف الصعبة بيسد اسمه بيسد لكن ما بيشاركش بشكل اساسي فانت مش مطالب طول الوقت انك عندك حارسين في نفس المستوى اشتركوا في القناة